مدينة أفاميا مدينة أثرية سورية تقع على مسافة 60 كم شمالي غرب مدينة حما وتحوي على رموز تاريخية تعود للعصور الهنستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية وتتميز بغناها حيث تحوي كنائس ومعابد ورموز نادرة وأثرية وأعمدة ضخمة تدل على عظمة من بناها إلا أنه ما زال هناك جزء كبير لم ينقب عنه في المدينة مدينة مهمة جدا في تاريخ سوريا من العهد السلوقي مدينة أسسها سلوكو سيكاتور وأطلق عليها اسم زوجته الأميرة الفارسية الأصل شارع المستقيم هذا في أفاميا يبلغ طوله 1800 متر وينقب في أفاميا حتى الآن إلا حوالي العشرة في المئة من قبل البأس البلجيكي والبأس السوري ومساحتها 56 كيلو متر مربع داخل الأسوار حيث تحيط بها أسوار دفاعية تعود إلى العهد البيزنطي زوار مدينة أفاميا أبدو إعجابهم لما شاهدوه وسعادتهم بما تحويه سوريا من كنوز وأوابد تاريخية تستحق الاهتمام والمتابعة ورغم كل ما لحقها من دمار لكنها تبقى مميزة بتاريخها العريق والمتجزر في التاريخ حقيقة مدينة كثير عريقة عظيمة أنا متفاجأة أول مرة بشوفها هالبلاد بتحويه كثير شي حلو من الأديم هذا الدليل أنه هي كنز كنز حقيقي بكلمة تاني الكلمة من آلاف ما قبل الميلاد المنطقة لا يمكن أن تفوت علينا هذه المناظر وهذا التاريخ العريق المعنية تسعى عبر تنظيم الرحلات السياحية من المحافظات السورية إلى تنمية السياحة الثقافية وتوجيه الأنظار لأفاميا كونها تعود للقرن التاسع قبل الميلاد وكانت مركزا حضاريا هاما مصطفى كوسى الإخبارية السورية ريف حما